النمسا تعلن عن عدد السيارات المصادرة بموجب قانون مكافحة القيادة السريعة وده يمكن كان وراه حزب الخضر بصورة كبيرة جدا وده كان من لينورا جيفيسلا اللي هي وزيرة المواصلات اللي أقرت القانون قالت أنه إذا تخطى أحد أو كان فيه السائقين بيقودوا السيارة بسرعة بتتخطى بصورة جنونية زي ما بيقول يعني الخبر اللي احنا قلناه الشخص اللي كان السرعة الحد الأقصى 80 وماشي 180 يعني هذا قانون أنا برأيي قانون رائع جدا ويجب التعامل معه ويجب يعني بصراحة أنه يكون بس مصادرة السيارة وباعها في المزار مصادرة السيارة يعني لازي يكون قرار قمعي هذا الشخص الذي يرتكب بنفسه بحق نفسه جريمة من يقود بشارع هو مخصص 80 يتسبب قتله مقتل غيره هذا بالعكس أنا أراه قانون بصراحة لطيف للغاية ويجب أن يكون أشد من ذلك بصراحة وهي كلما تصاعدت المخالفات المتعلقة بالسرعة هذا الشيء ساهم أكثر في تخفيف وتقليل عدد الحوادث لأن مخالفات السير ليس الغاية منها الجباية الغاية منها الردع الالتزام بالقوانين ليش محطوط إشارة مرور ممشا تمنعك من المرور لتنظم المرور لأنه يوجد شخص آخر يريد أن يمر أنت ماشي هيك ووقفت حتى يمر غيرك بعدين في واحد يمشي بعدين كذا فبالتالي عندما نرى أن إشارة المرور وعلامة السرعة هي موجودة لحمايتنا ولأمننا نعرف أن هذا شيء لمساعدتنا وليس شيء لاختراقه التي يجاوزه ندرك أن فعلا من الضروري لمن يتجاوز السرعة بشكل جنوني أن تصادر سيارته وتصادر رخصة قيادته وتبع سيارته من مزاد العلني طب خليني أخذ منك برضو تصريح على هامش تعتقد إذا كان هناك تغيير في الحكومة القادمة هل يستمر القانون أو يكون هناك قانون ضد أعتقد أنه سيستمر لأن هذا قانون بناء وإيجابي وهو تقريبا كان عليه شبه إجماع في البرلمان النمساوي وإن كان في حكومة كورتس اشتراحها كانوا بدون يرفعوا للأطبان لا هم عملوه فعلا يعني لما كان ماسك وزير المواصلات كان اسمه رئيس البرلمان نوربات هوفر عمل في منطقة من المناطق رفع السرعة من حد الأخص من 130 إلى 140 وكان فيه هناك اعتراض كبير جدا من حزب الخضر يعني هو أهم شيء أن القوانين تعمل لتنظم سير الشارع وحماية المواطنين أن المواطن يفهم الغاية من هذا القانون ترجمة نانسي قنقر